ميناء الفاو يعد الجزء الأهم في مشروع طريق التنمية لكون المشروعين يعبراني عن منظومة واحدة تمثل ركيزة مستقبلية للاقتصاد العراقي تصورات كانت محورا للاجتماع الرابع لرئيس الوزراء باللجنة العليا لتنفيذ المشروع الذي بدأت فيه الخطوات على الأرض تتسارع لإكمال التصاميم الخاص به قريبا سنشهد إنجاز التصاميم الأولية للمقطع الثاني طريق التنمية المشروع الأكبر في العراق وبرعاية وإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء باعتبار الرئيس الهيئة العليا المشرفة على تنفيذ طريق التنمية وهناك سلسة من اجتماعات عقد الدولة الرئيس بصورة دورية وأحيانا بصورة عاجلة لملاحقة كل الملاحظات ومتابعة كل مجريات هذا المشروع هذا يمثل مشروع ستراتيجي بالنسبة للدولة العراقية نلاحظ مدى الاهتمام الدولي الرؤية الاقتصادية تتحدث عن أهمية هذا المشروع على المستوى الديوستراتيجي الذي سيعمل على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد ليس في العراق فحسب وإنما لكل بلدان المنطقة عبر خلقه لتنمية مستدامة موازية فضلا عن توفيره لأعداد كبيرة من فرص العمل ناهيك عن أنه سيشكل نقطة ارتكاز لتنمية حضرية على جانبي الطريق المشروع دخل عمليا إلى الخطوات التنفيذية ودخل إلى حيز التنفيذ هذا المشروع من المؤمل أنه ينتهي بفترة قياسية ويكون ممر ستراتيجي بين الشرق والغرب يكسب العراق مكان اقتصادي وسياسي كبير جدا يحتاج العراق في الوقت الحاضر للنهوض أولا بالبنية التحتية الخاصة به إضافة إلى بنية الطرق والسكك وكذلك النهوض بالقطاع الاقتصادي حيث أنه ستغني عن كثير من الاعتماد على النفط حيث أنها ستكون تنمية موازية وتكون تنمية مستدامة موازية للقطاع النفط المشروع الذي تدعمه فواعل عربية وإقليمية من بلدان المنطقة سيعزز من فرص التعاون الدولي ويطور من التجارة البينية بين هذه البلدان أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد